أوجة اعتراضات أعقبت قرار العمليات المشتركة بسحب اللواء الثلاثين من الحج الشعبي من المنطقة الرابطة بين محافظتي نينوى وأربيل واستبدالها بالجيش العراقي وذلك بعد استهداف مطار أربيل لما توالت الاتهامات حول أسباب هذا القرار بعد أيام من القصف الصاروخي لمحيط مطار أربيل صدر توجيه من قيادة العمليات المشتركة يقضي بسحب اللواء الثلاثين في الحج الشعبي في نقطة تماس مع قوات البيشمرقة من المنطقة الرابطة بين محافظتي نينوى وأربيل وذلك بانسحاب الحج الشعبي خمسة كيلومترات جنوب مواقعه في سهل نينوى واستبدالهم بأفراد من الجيش العراقي خطوات الفياض رئيس هيئة الحج الشعبي تبدو أنها قد مالت إلى حكومة الكاظمي وتوجهت نحوه دون التفكير بطبيعة الحج الشعبي العقائدي فالاتفاق الأخير الذي جرى بينه وبين يار الله رئيس أركان الجيش العراقي بعد زيارتهم لبرزاني عقب الاستهداف الأخير لمطار أربيل جسد بخطوات أمنية وتحركات قد تكون لا تناسب الحج الشعبي لكن المنصب أحيانا يتطلب تنازلات بشتى الطرق رغم أن بعض القيادات في الحج الشعبي اعترضت على هذا القرار بل أن ثم تأنباء تقول أن اللواء الثلاثون من الحج الشعبي قد تمرد على القرار وعاصل قوانين العسكرية ولكن في النهاية تم التأكيد على ضرورة اتخاذها بجدية لإعادة تطبيع الأوضاع في المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي ولكن ما يتخذ من قرارات يبدو أنه لن يمر مرور الكرام إذ كشف النائب عن محافظة نينوا حنين قد أخ القائد السابق لللواء الثلاثين في بيان له عن انسحاب قوات الحج الشعبي اتهم فيها أن هذا الأمر جاء بناء على الأوامر من الولايات المتحدة الأمريكية وأن مسعود برزاني صدر القرار إلى مصطفى الكاظمي وفي النهاية أكد أن لواء ثلاثون شأنه شأن كل القوى الأمنية المختلفة تؤتمر وتنفذ أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة بدون يتردد ولكن ما يتخذ بين القيادات من قرارات فورية دون مناقشتها عدها خطوات أمريكية تنفذها حكومة عراقية ضحى عنبر الرشيد